اهلا بحضراتكم من جديد الله يدارك فيك مبروك علينا كمان دوام لبرو كبير زيك ليه النادي الاهلي شكرا خلينا بقى يعني نعرفك اكتر بالسادة المشاهدين انت من بنات النادي الصيد اه بالزبط وكل الاعمار السنية يعني اه لعبت كل الاعمار السنية لحد الفيرستيم يعني الحمد لله طيب انت من اول ما بدأت كنت لبرو اللي عرف زمائي يعني في السن الصغير ما بقاش في لا يعني ما كنتش لبرو من اول ما بدأت كنت يعني بلعب في الملعب الصغير يعني اللي هو كان اربعة اه كنت بقى لعب بقى كل حاجة اه ما بالزبط ما هو بقى في سن صغير مهم نتاخد كل الاسكاليس اه بالزبط طب مين اول مدرب لعبك لبرو مين اه كابتن علي فؤاد كابتن علي فؤاد فاكرة كان عندك كم سنة كنت صغيرة قوي انا اصلا بدأت من وانا صغيرة جدا كان عمزي تقريبا اربعة خمس سنين يعني فعلا اه عشان اخوتي الاتنين الكبار كانوا بيلعبوا في ولي وولاد ولا بنات اه لا بنات بنات كانوا بلعبوا في الصيد برضا اه بالزبط فانت طلعت بالدفولت على البولي بالزبط وتانا طفلة صغيرة اللي تجي تلعب على الحيطة بس اقولك على حاجة اه مرواحك مع اخواتك خلاك تتفرجي طبعا وخليني يحب اللعبة اكتر اصلا ودايما في مقولة بتقول الفرجة نص العلامة اه فانت تعلمت فولي بس من قبل بتلعبيه في مجرد وجودك مع اخواتك اتعلم بزبط فهل النهاردة مش كل اللعبة بتبدع فيه بس حبيت المركز ده اه حبيته جدا جدا يعني انا من يعني انا صغيرة كنت بصراحة نفسي قلعب اربعات بس انا حبيت قوي الليبرو يعني انا حسيت ان هو بيعمل حاجة مش مختلفة بس خلاص انت بتركز على حاجتين معينين هو ده بس انت بتعمله وبتعلي فرقيتك جدا جدا ايو يعني انت متوفقة بتعلي فرقيتك بشكل جزاته بيعتمدوا عليك اعتماد كلي طبعا ودايما بيبقى عندهم ثقة فيك ان انت لا انت الهاتشيلي انت ال كده طيب اول منتخب انت دخلت منتخب شبات او ناشئات اه اه اول منتخب دخلتي كان امتى فاكرة كان عندي كم سنة وكان سنة كام كان صغيرة برضو كان عندي 14 سنة مثلا سنة كام يعني مثلا ممكن نقول مثلا سنة 18-17 صح ممكن اه لعبت بطولات برا لعبت اه لعبت ثلاث بطولات لعبت بطولتين عالم في المكسيك الزغير ده انت 20 سنة او 21 سنة عن سنك الزغير ده خدت خبرات دولية كمان اه الحمد لله ماشاء الله يعني ده برضو ده اللي ساعدك واللي اهلك بشكل كبير النادي الاهلي كمان يفكر فيك ان انت ماشاء الله لسه عندك كمان وقت وكابتن مفخر الدين مش من السهل ان فيه لعبة يعني او لعب يعني يقتنع بفنين لانه طبعا اسطورة كبيرة من السطير كرة طائرة طيب المفاوضات بدأت ازاي يعني ايه اللي حصل مع النادي اكلموك ازاي هي بدأت من مبدأين سنتين مثلا هم طلعوا قرار كده في الاتحاد ان ما ينفعش اي حد ناشق يمشي من النادي وكده لازم غرفهم الاتحاد نفسه او بالزبط بس فهم بدأوا يتكلموا معي من سنتين بعد كده طبعا مكنش ينفع اروح يعني في حتة وبس السيزن اللي فات كان فيه مواتشات الفايننس شغالة وكده كابتن ابراهيم طبعا نكلم بابي وبعد كده بقى بدأت المفاوضات رحنا تكلمنا مع كابتن خالد العوادي وقعدنا معاه وبس يعني الكلام معاك كان من سنتين اه وعشان قرار الاتحاد انت الوقت يبقى ايتي فرستين فخلاص انت من حقيقت اندقلي بيع وشارع عادي جدا من النادي ولكن اللي منعك تيجي انك انت تفتت الناشئات اه بزبط طيب انت قلتين ان كابتن خالد تكلم بابا وقال له انه احنا عايزين حبيبة وكده طيب بابا كان مرحب القصة كانت مرحبة ولا قال لك مانادي الصيد جدا طبعا يعني بابا اهلاوي ولا مش بتفرقش مع الرياضة يعني لا هو بتفرق مع الرياضة عبي بس يعني بابا زملكة وعادي ايه المشكلة بابا زملكة واسه عادي جدا مفيش اي مشكلة بالعكس بس اه لا 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 طبعا لا احنا احنا انا عايز اقولك انه هو طبعا انا جالي ضيوف كتير جدا بس هو طبعا النادي الاهلي بالنسبة له حاجة تانية يعني بصي ان انت بتشجع ايه ومتشجعش ايه ولكن انت في اقول الاخر بتتمنى لولادك الافضل اه طبعا طبعا بكل امانة دي مفيش كلام يعني وكمان هو رحب وانت روحك ودي حاجة ودي حاجة بالضبط انضمت اللي النادي الاهلي النادي الصيد ساعدك ولا قالوا لك لا مش هتمشي ولا تكلموا معك ازاي لا بصراحة ساعدوني عشان هم عارفين ان يعني احنا السيزن الفاتمة كانش احسن حاجة صحيح الابيه كان احسن اه ولعيبة كتير مشوا من النادي فكان خلاص يعني مفيش حاجة اقدر اديها اكتر من كده في النادي يعني فهم بالعكس كانوا يعني ساپورتف جدا للموضوع وعادي تكلموا معايا وكنا تمام يعني يعني احنا جلنا زينة العالمي ونادا حمدي اه بالضبط وانت تالتهم اللي جيت يعني نادا جات في نص الموسم اه بالضبط انت جيت بعد الموسم من انتهى يعني الثلاثة من نادا السيد وده برضو حاجة كويسة الحية عليها دارة نادا السيد الصراحة انه ما بيقفش امام يعني رغبة اللاعب او اللاعبة وده حاجة كويسة وده اللي بقوله لما كنت بقول في الانترو اللي فات على احمد رفعة رحمة الله عليه انه ما تكهرش يعني رغبة اللاعب ايه دي في اول اخر رياضة انا عايز العب هنا ومش عايز العب هنا بدل ما تكهر اللاعب ومتخلوش يلعب وفر له مناخ يبقى حابب يلعب معك لو مش عايز خلاص جوه هد وروف المكان اللي انت عايز لانك انا مش عارف يلعب حتى انا خلاص من ما اش قادرت ديها حاجة تانية صحيح طيب انت في النادي الاهلي عارفة طبعا جناد السيد الوضع النادي السيد انت كنت بتلعبي طبعا ايه فول تايم بتلعبي طول الاشواط موجودة في الملعب عندي خبرات كبيرة النهاردة انت جاي النادي الاهلي معاكي ليبرو كمان نادا وليد ما شاء الله انتو الاتنين زي بعض ويعني ممتازين جدا ما شاء الله فده ممكن يعني بيمثل بعض اللاعبات و اللاعبين بعض الضغوط ان انا جاي مع النادي الاهلي وفي عدد وفي فوافرة طبعا هي تشالنج كبيرة جدا يعني اه انت يعني جاهز الحاجة زي كده اه يعني انا كمان بابي بيحب الرياضة قوي جدا اه وبيهتم بكل الرياضات ماش بالفولي بس نعم فهو وكمان هو عنده خبرة قوي في الرياضات وبيعرف يتكلم معايا هو الوحيد اللي بيعرف يوصلي المعلومة الصح يعني نعم بس فطبعا جهزني نفسيا وقعدي اتكلم معايا و اه وانا طبعا عارفة ان هي حاجة كبيرة جدا ان انا اجي النادي الاهلي وكمان بالذات ان فينا ده ما شاء الله هي يعني في حتة تانية من الزيالي انتو نتين ما شاء الله ايو طبعا وهي معايا في المنتخب واحنا صحاب جدا يعني فما فيش اي نعم بس انا عارفة ان هي ان هو تشالنج كبير طبعا ومجهزة نفسي نفسيا يعني ان شاء الله ان دي اديه قدود طيب فرحة جمهورنا دي اهلي بيكي والسوشيال ميديا بقى وكتب وقولي لي بقى كلمين عندي لا دي حاجة تانية جدا بالنسبة لي قولي لي بقى لي حاجة تانية لا طبعا فرحت جدا لما كمان بافتح الكومنس كل الناس سابوتف جدا بحب انا اقرى الكومنس يعني واعرف رأيي الجمهور وكده بس الحمدلله كلهم كانوا فرحانين يعني من الصفقة مش محدش متضايق يعني بس خلي بالك بقى يا حبيبة ايه انت في النادي الاهلي او عمتا في اي نادي كبير هتلاقي دعم جامع جدا من جماهير بس مش عايزك تزعلي لو مثلا في مطش يعني ما كناش متوفقين او الفرقة مش موفقية فممكن كلمة لا انا عارفة طبعا بس يعني انا متابعة بقولك اه بزبط لا ينور عليك فمش عايزين نكون عندنا تقبل لعيبة نجوم ايه طبعا هبقى مين نجم كبير في كرة السلة وحاجة ما حصلتش يوم ما بمتوفقش في مطش الجمهور بينتقدوا وده وضع طبيعي ايه طبعا فالانتقاد اه طبعا دي صور من التوقيئة ليك يا حبيبة مع التصفات العاوضي و يا سيدي باشي عايز طبعا دي صور با بتاعت المركز الإعلامي و شو ما انتوب شايفين ده انتماضي أو بصمة كمان يعني انا جاي والله العظيب يا انا جاي فطبعا دي صور وايه ولحظات عمرك ما تنسيها خلي ده ان شاء الله لحظات طبع عمرك ما تنسيها لأن شرف كبير لأي لعب ان يوقع النادي الاهلي وهاقود انتقال و ونادي كبير زينادي الاهلي فطبعا انت اكيد جاهزة للضغوط واكيد جاهزة كمان انه ان شاء الله تبقي ليك دور كبير خلي بالك المطشات كتيرة جدا في النادي الاهل يعني اللي ما جاش دلوقتي طولات كتير كمان بالضبط يعني عندك افريقيا ان شاء الله السنة جاية عندك دوري عندك كاس خمس مطولات ميليمو هتلعبوها فانت هيبقالك دور هيبقالك دور مية المية ايو طبعا جاهزة نفسي على كده طب انت فاكرة يعني فيه مطشي كان بيننا وبين النادي الصيد بين الاهل وبين الصيد كانت نهاية كاس والخلص الثلاثة اتنين كنا نكسبه ده ايوه كنا نكسبه انت في الصيد ايوه بزيط المطشي ده كان ممتع جدا وكنت انت واقع بمية كل المكسب ده يمكن الاهل هو اللي عمل كومباك في الشوت الخامس وكسب فاكرة لان كنا بزيق قتل الاهل انا فاكرة يا جماعة يعني الحمد لله زاكرة تمام طيب فاكرة الملابسات وايه فاكرة الجيم ده كويس وليه النادي الاهل كسبه ليه النادي الاهل كسبه لان النادي الاهل متعود على كده يعني هو النادي الاهل متعود ان هو يكسب مش متعود ان حد يبقى يعني ان يبقى فيه ثرت من حد تاني يعني هو دايما بيكسب بس طبعا احنا كنا يعني السيد يعني كنا كويسين جدا في المطش ده ومكناش خايفين خالص كنا داخلين المطش يعني احنا جايين نكسب نكسب ده حقيق بس بس يعني هو عدم توفيق انت قصدك ان روح المكسب عندنا الاهل وثقة المكسب قرأت معهم في النهاية بالضبط إنما أنتم عملتوا مطش كبير أنا فاكر كويس قوي في مطش الصيد ده وكان كنت فول باور وفي لعبة راحت أمريكا اللي هي التلاتية آية صح؟ راحت أمريكا أنا فاكر بتلعب أربعات أربعاية صحيح أنا بغطي فرقة كتير فاكر الحمد لله مطش وفاكر طيب هنتكلم عن الفرقة يعني النهاردة أنت دخلة على النادي الأهلي في كذا جينريشن في جيل كبير وكبت أن الفرقة وناس طبعا أنت أكيد كنت تتفرج عليهم وانت لسا غيرة في جيل الوسط وفي جيل زيك أو نفس السينك زي نادة وليد والجيل الزغير اللي طالع أو تب ندفع به علاقتك إيه بالأجيال كلها؟ هل أنت لعبت معهم في المنتخبات؟ هل كنت مع بعض في كذا منتخب؟ يعني طمنيني برضو دخول الجوى الفرقة أخبروا إيه؟ لا الحمد لله حتى أنا أول تمرينة أنا روحت أنا ما حسيتش أن أنا دخلت من أزوان تاريب أو ما مضيتي قبل ما يتم الإعلان كمان أيه لا لا أتم الإعلان قبلها بالزرط بالزرط تمام تمام حتى أقول تمرينة دخلت ما حسيتش أن أنا دخلها مكان غريب يعني حس أن أنا أنا أتمرنت معهم كلهم وعرفاهم كلهم كلهم صحابي فالحمد لله الموضوع ما كانش فيه خوف اللي هو إذا أنا دخلها فرقة جديدة بالعكس كان الموضوع يعني لذيذ جدا وهم رحبوا بيها طبعا جدا لأن إحنا صحاب يعني وقت بايتها معهم في معسكرات شايفة ده بيسهل الدنيا عليك طبعا بيسهل جدا يعني بيسهل الدنيا عليك وكمان في اللعب أحس أن أنا يعني وأخذ عليهم شوية مش دخل على فرقة جديدة خلص معرفهاش كان مهم بتطمن على الحتة دي أو النقطة دي لأن دي هتوفر عليك شهور لما تخش جوة الفرقة على طول وتحس أن أنت فاميليار بكل اللعيبة ده بيأثر الدنيا معاك جدا طيب وانت في بداياتك يعني أو في فتة الناشئات وطلعين من هذا الصيد مين أكتر كان بيبقى معاك في الأسرة بيدعمك هل بابا هل ماما مين اللي كان بتم بتفاصيل أكتر لعبك مين اللي كان بيسهل طريقك أو الكريب بتاعك في اللعب هل بابا أكتر ولا ماما ولا اتنين طبعا الاتنين 100% بس بابا بس بابا بص الإجابة دي سبعتها خمسين مره بس 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 حاجة الله بس هو فاهم هو فاهم في اللعبة وعارف بالزبط أنا بعمل إيه لأ أنا أقول لك مامي سبورتف يعني بروحها وقلها أنا أقول لك البنت حبيبي بابا لأ لأ ما تقوليش كده بص كل اللعبات اللي كوم هيدا لأ بس احنا طبعا ماما دي على رأسنا مخور طبعا لأ دي ماما اللي بتجيبني وبتوديني بالتمرين وانا صغيرة بالزبط اللي نور عليك بس هو دايما البنت وباباها كده فيه هو فاهمني فاهم إزاي تعامل ويقولي إيه بالزبط قبل أي ماتش صعب هو دايما هو شايفني برضو بطريقة يعني تانية خالص غير ما أنا شايفة نفسي يعني هو دايما شايف أن أنا أحسن حاجة وأنا دايما عندي حتة جواي اللي هو لأ أنا ما بعملش أحسن حاجة مع أني ممكن يكون كويسة جدا بس هو دايما بصي أنا ليا بنت تمام مامتها تعمل لها كل حاجة ما تشوفهاش أنا ممكن لعمل حاجة زوجات تقولي بابا بابا عمل وبابا سوى فاقي دايما البنت يعني وربي طبعا يخلي لك بابا ماما هو الأب والأم هم السابورت هم الخلية أخواتي كمان أخواتك أكيد طبعا أنا كنت لسه بقول معاريم موسى في الفقرة الأونية أن السل الأساسية والخلية اللي بتخلي الرياضي ناجح هي أسرته النهاردة أنت بتكلمي بثقة بتكلمي عن لعبك بتكلمي عن اللي أنت عايزها بثقة كل ده نتيجة دعم طبعا للأب والأم ليك وأن هم أنشأوك النشأة دي فطبعا ده ما فيش شك أنا ليه بقولي الكلام ده عشو كل أب وأم بيسمعونا يبقوا عارفين أن هم ليهم دور كبير جدا طبعا لهم دور كبير جدا لازم دايما نكون سابورتينج بشكل كبير وأن أنا دايما متأكد أن أنا اللي هزرعه في ابني أو البنتي هيكون هو الأساس وهو اللي هيساعده قدام طيب مين مسك الأعلى مين اللي بتشوفيه دايما مش لازم يبقى ليبرو على فكرة مين مسك الأعلى اللي أنت شايفاه في البوليبول حمل إنجاز أو عمل حاجة كويسة وانت نفسك تبي زيه سواء أولاد أو بنات على فكرة مش شرط ممكن كابتن تهاني توصن أنا بعشقها حضرتها لا ما حضرتها سمعت عنها سمعت عنها كتير شرطي فيديوها كتير جدا وكابتن نهلة سامح طبعا أنا كان نفسي أنا حظي وحش إن أنا إن هي مشت وأنا جيت نحن حظي لكم أنا وحش بسرعة الأيام عادت بسرعة مع نهلة نهلة حدودة يعني كله بيحكي ويتحكي عن نهلة سامح أخلاق وعدب وسبورت وكل حاجة نهلة فيها كل حاجة ممكن تتخليها في أي لعب أو لعبها ممكن يبقى وانت شايفة كمان إن إحنا قلنا مين كمان مسأل أعلى شوف تهاني توصن تهاني توصن بس مشكلتها صغيرة بس معي بسرعة إيه؟ تبتحب أن تتظهر في الأعلام آه يعني متهاني أنا نفسي وأتمنى إن هيكون دفتة في تحلق الحلالة أي أسطورة طبعا حاجة أفضل لعبها في أفريقيا وحاجة يعني ما حصلتش ولسه بتدي الغد دولتا وبتعلم في جوال نادي الأهلي آه طبعا تبتحب أن تتظهر في الأعلام نعم نعم وانتها وشوفتين بقولها والنبي حشان هي تيجي معانا نفسنا نسمحها أي يسمحها طيب طموحاتك إيه مع النادي الأهلي حابة تعملي معانا إيه اللي أنت نفسك تمر الأيام وتحقق عليه مع النادي الأهلي طبعا أنا أتكلم عن نفسي أولا نفسي أن أنا أثبت نفسي وأن الثقة كل الناس مديهلي دي أنا أبقى أدها إن شاء الله إن شاء الله أدها تاني حاجة بقى أن إحنا كفريق نحقق كل اللي إحنا عايزينه ودايما نبقى بنفكر يعني بطريقة واحدة نبقى كلنا واحد يعني مش فرقة بقى مين يلعب مين ما يلعبش إحنا كلنا فريق واحد ولازم كلنا نبقى دايما بنفكر بطريقة واحدة فكر الفرقة كيونت واحدة وناخد طبعا كل البطرات يعني ده اللي الأهلي تعود عليه واللي هو عود الناس عليه كمان عجبني فيك أن أنت فاهمة فهمتي خلاص يعني أنت دخل من نادي أهلي فاهمة أنا كابتن خالد بيبو جوس خالسي لا بتكلمي جدا طيب خلاص ده إحنا أسر أهلوية بس فأنا أهو إحنا أسر أهلوية جدا بس هو بوفي بس اللي لا يعني على رأسنا طبعا وفي الأول والآخر إحنا كلنا مصريين أوه بالزبط وفي الأول والآخر إحنا هدفنا منتخبات مصر طبعا أهل زمالك في الأول والآخر إحنا يعني طيب النهاردة الدستور النادي الأهلي أو قانون النادي الأهلي أنت مش محتاج حد يقوله لك أنت بتفهمه بالزبط واضح الله أكبر عليك أن أنت فهمتي وعرفت أنت دخل على إيه وعرفة كويس وإن شاء الله إحنا يعني وصقين فيك جدا طب خلينا أتكلم عن حياتك في الفولي بول من المدرب اللي تكريف حياتك كليب أسمع اللي أمرك ما تنسيه كابتن وجي حمد كابتن وجي حمد طبعا فيه مدربين كتير جدا يعني أنا لو عدت أقوله أسامي أنا خايف أنت سأسمى حد بس الوحيد اللي فعلا يعني كليه أكتر تأثير فيك كابتن وجي حمد ليه لأنه كان معي من وانا صغيرة خالص هو علمني حاجة كتير قوي يعني هو اللي أسسني بجد كان ماسك إيه وقته أنا كنت صغيرة جدا كان ماسك رئيس جهاز طيبا كان رئيس جهاز في نادي السيد وكان دايما هو بيلعب معي هو اللي بيعلمني كل حاجة من وانا صغيرة هو الوحيد اللي علم أعلم معي فعلا يعني فمش هتنسيه أبدا لا أمري وكابتن مجد مصطفى طبعا طبعا لا كابتن مجد مصطفى ده في حتة تانية طبعا هو حاجة جميلة جدا جدا كابتن مجد مصطفى حتى تعليميا وسلوكيا وخلوكيا حاجة حاجة ما حصلتش يعني طيب هنقول ده المدربين اللي بساموا بصمة يعني معاك كبيرة جدا وهنتكلم عن ناحية الباقة الأكاديمية والتعليمية والحت جانب ده الآخر من حياتك أنا خلصت دخلة ثالثة جامعة ما شاء الله في جامعة نيوجيزة بيزنس طيب بيزنس أه قادرت وفائي ما بين الجامعة وما بين اللعب شوية يعني تعلمت ان انا عامل كده في الأول كنت مغبوطة شوية بس تعلمت ان انا عامل كده ان انا ألاقي وقت حياتي الشخصية كمان ان انا أخرج وعمل كل حاجة طيب هي عملت تنظيم بس ان انا زاكر وان انا رح تمرين طيب يومك بتقديز يعني انت مثلا النهاردة عندك جامعة يومك في العادي في الدراسة بتقديز ازاي بتقديز في الجامعة تقريبا لغا امتى بتتمراني هل الفيتنس او الفيزيكال مرضو بتقديل وقت من تمرينك يعني احكينا يومك العادي لما بيكون في دراسة بيبقى ازاي مع التمرين يعني مش off season يوم كامل اوكي بصحة بروح الجامعة على حسب بقى عندي لاتشوز امتى يعني ممكن اخر حاجة خلصها الساعة اربعة مثلا بروح اكل انت ساكنة قريب من النادي السيد كنتي لا انا ساكنة في اكتوبر بس قريب من الجامعة او قريب جدا من الجامعة بس من التمرين بايت طبعا والنادي المحور بس النادي السيد المحور بس زحمة المهندسين شوية ايه انت مش هبع عندك الازمة دي لانت هتعدي خمشهر مية وتنزيل وتبع عندي النادي الان او الحمد لله انا احسن كتير او انت عربت شوية بس بارجع باكل بعمل كل اللي انا عايزة انزل التمرين وتمرين تقريبا كان بيبقى الساعة ستة او سبعة يعني فبقلص ارجع انام بقام نفس الحاجة طيب وفي النادي الاهلي في تمرينتين فترتين دلوقتي دلوقتي لا بنا اتمرن تمرينة واحدة او تمرينة واحدة لسه متخدوش على فترة التمرينة او بالضبط طيب المحترفة او بتاعتنا بتاعت السنة الفاتت ايوة تيتيانا بوكان شفتيها في المتشاط شفتها طبعا ايه رأيك فيها فظيعة بساروخة يعني ما شاء الله علي ايش كلام اصلا احب تلعبي معها او طبعا انت عارف النادي الهلي ما تضعها او طبعا انت عارف النادي الهلي ما ترجع او او اه ترجع لنا ان شاء الله او احب تلعبي معها حسن ان هي اضافة قوي ندي الان او طبعا هي شكلها كمان شخصيتها قوية وبتعرفت الم اللعيبة يعني محمسية جدا وهي طبعا فظيعة اه جدا هي اك انها بتلعب في النادي الاهلي من زمان يعني ايش روحها في النادي الاهلي بس وانا دي انا اعمل حاجة كويسة كنت تخد العاودي ما تضهب لما تروح اجاسب فطبعا دي حاجة كويسة بس في ناس بيتقول ان هي احسن محترفة جات مصر انتي شايفة المقولة دي صح ولا محتاجة تقلي شوية هي اكتر محترفة عندها روح وعزيما ان هي مش هتخسر ان هي بس طبعا في محترفين كتير جوم مصر بس هي الوحيدة اللي فعلا عندها الروح بتاعت المكسب دي وماشاء الله فيزيكا يعني خلي بالك دي هي 36 سنة تقريبا 35 سنة الله اكبر يعني ربنا يحفظها تقول عندها 28-29 سنة فده ايدي برضو يقولك انه انه اهم حاجة انت عندك كمحترف انت تحافظ على جسمك محافظ على وزنك محافظ على الفيزيكا البتاعك عشان تقدر تقدي طيب من وجهة نظرك ليه بدوت افريقيا سيدات احنا خسرناها شوفتين ماتش طيب انتي اللي بنبرة غير اللي من جوة موجهة نظرك برافل احنا كنا اقرب بالفوز وخدنا اكتر من المطولة من نادي الملاكس شايفة ليه خسرناها ليه خلناه في كارتر الشوت الرابع وروحنا الخامس موجهة نظرك يعني انا بالنسباني من ماتش ده هو مش لعب هو نفسية يعني هو النفسية بتاعته اعلى هو اللي هيكسب بس هي كان اخر ماتش بتاع افريقيا ده كان عدم توفيق مش اكتر مش عشان هم اقوى بالعكس احنا برضو احنا اخذين بطولات كتير جدا يعني وكسبنا بطولات منهم بالزبط اه بس فهو لا هو عدم توفيق ما كانش فيه يعني حاجة معينة هم اخسروا عشان هاد ده رأي انا اتفق معك انه انا كنت شاف ان ده عدم توفيق فيه ناس بقول لكم محتفلوا بدري لا محتفلوش بدري لا خالص انا الغباشي كانت معي الدعاء الغباشي كانت معي الحلقة اللي فاتت وقالتلي والله يا كابتن احنا محتفلنا خالص انا مرغير ما تقول الدعاء انا كنت شاف كده الفرقة محتفلتش والحاج وعدم توفيق انت توه تسرق المطش منها بالزبط هي لحظة هي مفعاش نقطة ورد تانية ورد تانية نفسك بتتخطف وتتخطف منها الجي جيم توفيق وعدم توفيق ولكن في التوتل احنا واخدين بطولات واخدين دوري وكاس واخدين سوبر المصري واخدنا من الفريق المنافس هي بطولة واحدة بس ده الدروس اللي تعلمناها بقى من البطولة دي اكتر بكتير من اللي كنت تتعلمه لو كنت اكسبت يعني احنا انا فاكر في سنة خسر الفريق السيدات خسر بطولة افريقيا من الشمس او بتلعب النهائي من الشمس في تونس الفاكرة دي؟ لا بصراحة تكليم صغيرة اخطي ايه والفرقة رجعت زعلالة جدا ثلاث سنين يا بصي حبيبة بعديها السواد على الفرقة التانية يعني فا وكل البطولات يخش يكسبوها فانت دايما لما خسارة بتوجعت قوي بيدينا حافظ ان مش دايما المكسب الكتير ده برضو مش يعني مش كويس يعني هي خسارة مرة واحدة عادي يعني ده نجع بعدها صحيح طيب اكلنا نروح على المنتخب احنا نتكلمنا في كذا محور منتخب الكبار انت لعبت البطولة اللي فاتت صح معهم؟ لا هو للاقصب تبقى ليبر واحد اه فانا ده طبعا يعني ندا اللي روح طيب انت تبعت البطولة احنا خدنا فضية البطولة افريقيا صح يا جماعة فكروني طيب فضية البطولة افريقيا وطلعنا الولمبياد صح؟ طلعنا كاس علم اه اه مكسل وكسلنا كاس علم وده كان حاجة جديدة ايه هتطلعب السنة الجاي تقييمك ايه للمنتخب؟ وهل ده كان متوقع خاصة ان احنا بطلب كدولة اطلعب في الكاميرو ونقلع بلعب الكاميرو ونقصة كبيرة حدوتة كبيرة طيب شايفة ده يعني طفرة وانجاز كبير متحققش من 30 سنة ده طفرة كده مرة يعني بيتشانس ولا شايفة ان ده هيحصل كل مرة ان احنا ندل النافس عندنا مجموعة من لعبات كبيرة مشايفة كده ده احنا فريق منتخب كويس جدا يعني ممكن نكسب بالنسبة لي احنا من نكسب اي حد احنا فعلا كويسين وبنجمع اللعيبة كلها كويسة مفيش حد ودائما اللي قاعد بره ينزل يبقى احسن من الجوه فدي احسن حاجة ان احنا كمان ندكة بالزكت وعندنا كمان لعبات في ال NCAA عندنا نور نادا معوض صح تلعب محترفة وعندنا كمان نور اللي بتلعب في ال NCAA مش كده يا جماعة نور نور ياسيد نور ياسيد نور ياسيد نور ياسيد فعندنا مجموعة من اللعبات كمان وقايا النادي وقايا النادي طبعا كان زميلتك وصحبتك ازاي تنسيها فطبعا النهاردة احنا بنتكلم عن سكوات كويس يعني انت رأيك اللي حصل مع منتخب مصر السيدات لا مش طفرة طبعا ممكن يقعد معانا حبا جدا طيب هل ده نتيجة هل ده نتيجة ان الدوري انت شايفها الفترة دي احسن يعني دوري السيدات بقى متابع وفي فرقة كتيرة طبعا يعني الدوري طبعا وفي اليوم كمان بيفرق قوي ان الناس كلها خلاص بقى بتتفرج على الماتشات فده بيدينا حافظ اكتر ان احنا 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 عايزين الناس تتفرج على الفولي الفولي ما كانش عمره معروف زي اخر مثلا سنتين ما كانش فيه الماتشات اللي كان بتتعلق على التلفزيون مش كتير يعني بس فلا طبعا الدوري بقى افه بكتير السنة اللي فاتت محمد صلاح حط صورة ليه وهو بيتابع بيتفرج كمان اه فاذا الماتشات بقت متابعة اه بالضبط فدي احسن حاجة يعني احنا نزالوكم ماتشات كتير خليبات الاهلي بقى السنة اللي ها كل ماتشاتكم الحمدلله اللي عندنا في النادي من زاعة والماتشات اللي برا بنبقى معاكو تفرجت قبل كده على ماتشات في قاتل اهلي طيب ايه طيب ايه شراب عليك طبعا حبيب انا أشكرك نورتني وشرفتني والحقيقة انا سعيد جدا بالمنتالي انا سعيدة جدا والله ان انا جيت مع حضرتك شرف كبير لان انا تنورتنا ان شاء الله جلنا المرة الجاية بمداليات بقى متعلقة كده وكوس إن شاء الله يحصل وسعيد أكتر بالمينتاليتي بتاعتك وسعيد أكتر بروحك وإن شاء الله اتمنى لك كل التوفيق يا رب إن شاء الله نورتين يا حبيبا عزيزي المشاهدين قدمنا لكم تاني الصفقات تاني الصفقات اللي قدمها أو اللي أعلن عنها النادي الأهلي واللي كانت في فرع كرة الطائرة سيدات زي ما قلت لحضراتكم دايما النادي الأهلي بيدور في صفقاته على اللاعب أو اللاعبة اللي يعمل لفرق نتمنى كل التوفيق طبعا لحبيبة زعتر ونتمنى كل التوفيق طبعا أكيد للاعبتنا لعبي كرة السلة ريم موسى اللي كانت معنا في الفقرة الأولى نتمنى كل الصفقات الجديدة أنها التوفيق ويكونوا إضافة لفرقنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لحسن المتابعة وانتظرونا في حلقة جديدة من الأبطار